من بنغازي ينضم إلينا سيد أحمد المهدوي المحلل السياسي أهلا بك أستاذ أحمد بداية وفد تركي رفيع المستوى وزير الدفاع والخارجية والداخلية الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية ماذا في الاهداف والتوقيت؟ مساء الخير سيدي نعم هذه الزيارة التي لم يعلن عنها ولم يتم الإفساح عن نواياها من قبل الجانب التركي يعني يمكن أن نصنفها في البداية أنها إهانة إلى الدبلوماسية الليبية وحتى ميتاق الصداقة ما بين البلدين هي خالفة كل هذه البنود على مستوى العرف الدبلوماسي ولا حتى العلاقات الصداقة ما بين البلدين تركيا وليبيا هذا من ناحية من ناحية أخرى هي ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الجانب التركي السياسة السيادة الليبية عفوا والخصوصية الليبية يعني حتى سيد أردغان في خطاباته يعني يتدخل مرارا وانتكرارا في شأن الداخلي الليبي ولكن هذه الزيارة بهذا الشكل السري بهذه الهيكلية من رئيس استخبارات ووزير الدفاع يعني وفد عالي المستوى يصل في هذا التوقيت قضيل انعقاد الجلسة قادة النيتو يوم الاثنين القادم له دلالات أول أنا أعتقد بأن الأتراك يتوقعون المطالبة رسميا من قبل دول النيتو من تركيا أن تسحب قواتها من ليبيا هذا من جانب من جانب آخر تركيا تريد أن تضغط على حلفائها في طرابلس بأن يخرج صوت رسمي من العاصمة طرابلس يطالب بالفصل ما بين القوات والاجنبية والمرتزقة وعدم إلساقها بالجانب التركي كون أنهم يعتقدوا بأنهم يتسمون بنوع من الشرعية كونهم وقعوا اتفاقية مع الرئاسي السابق هذا أعتقد أن أهم مطالبهم هم الضغط على مسؤولي طرابلس لخروج ببيان حتى يكون الضغط على الوزيرة لتغيير تسريحاتها وعدم المطالبة بخروج القوات التركية لكن في مجمل الكلام أعتقد أن تركيا ستطالب رسميا من قبل حلف النيتو بأن تسحب قواتها وعدم التدخل في ليبيا بشكل رسمي إضافة إلى أن الأتراك يخشون فعليا أن تنتهي مصلحة إذن سحب القوات الأجنبية والقوات التركية تحديدا أن أستاذ أحمد هي في صلب هذه المباحثات ولكن ما هو موقف الحكومة الجديدة من اتفاق السراج مع تركيا هل تتحمل حكومة سيد دبيبة تركة حكومة السراج؟ هو للأسف الحكومة الموجودة الآن سارت على نفس النهج لا يمكن أن ننكر ذلك وواضح وجلية للجميع بأن السيد عبد الحميد دبيبة يسير في نفس نهج فائز السراج ونحن نتعقد بأنه سيكون فائز سراجا جديدا لأنه ارتهن أو ألقى نفسه في باب الترضيات لهذه الميليشيات هل الحكومة دبيبة مجبرة على ذلك أستاذ أحمد؟ غير مجبرة غير مجبرة كون أن المادة السادسة في فقرة العاشرة من المادة السادسة لا تعطي لعبد الحميد دبيبة ولا حتى للسيد المنفي أن هو يوقع اتفاقياته لأنه يلتزم حتى بالاتفاقية لكن نتأسف أن السيد عبد الحميد وسيد محمد المنفي لم يتسمى بالقوة لأن يتصدى لهذه فتوقعنا بأن يتم إيقاف التعامل معادي التفاقية كون أنه سبب رئيسي في القنسام السياسي في ليبيا وتعد من أهم المعرقلات للدماج أو لتوحيد المؤسسات السياسية في ليبيا حتى عندما تكلمت السيدة الوزيرة على خروج وزيرة الخارجية الليبية على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة دون ما الإشارة بشكل مباشر لتركيا رأينا أمراء الحرب والميليشيات كيف امتعضوا وكيف اشتاطوا غضبا وطالبوا السيدة الوزيرة بالعدود عن هذه التصريحات والمطالبة ببقاء القوات التركية لذلك ضعف السلطة في طرابلس هو ما أعطى للأتراك هذه القوة بأن يتحركوا ويصول وجوله في غرب ليبيا كيفما يشاءوا وهم على ثقة بأن السلطة جديدة غير قادرة على إنهاء التزامات فائز السراج السابقة وإنما متوقع أنها توقع التزامات وقام بها فعليا السيدة عبد الحميد بيبة قد وقع مذكرات تفاهم جديدة مع تركيا في إطار الأعمار وتبادل الخبرات وإلى غير ذلك نعم ينضم إلينا الآن من إسطنبول السيد أكتاي يلمز لمحلل السياسي أهلا بك أستاذ أكتاي بداية دلالات هذه الزيارة والتوقيت وفد كبير يضم وزير الخارجية الداخلية الاستخبارات الناطق باسم الرئاسة ما هي الأهداف من هذه الزيارة قبيل قمة الناتو والاثنين المقبل تحية طيبة نعم هذه الزيارة كما ذكرتم يقوم يقوم بها ضفط رفيع المستوى حقيقة وزير الدفاع والداخلية والمسؤولين كبار آخرين بكل تأكيد تستهدف الزيارة لإجراء مزيد من المشاورات الثنائية وتقييم جميع العمور والتطورات الأغيرة على الساحة الليبية أولا ثم العلاقات الثنائية بين أنكرا وطرابلس قبل هذه الزيارة كان نائب وزير الخارجي التركي في موسكو أجرى مباحثات شاملة مع الجانب الروسي شارك في المسؤول الأمامي بكل تأكيد أردوغان سيناقش القضية الليبية مع نظرائه على هامش قمة الناتو وقد تكون إحدى مسائل المناقشة على مستوى القمة مسألة الناتو وضرورة المساهمة لتأمين الأمن والاستقرار في الناتو ولذلك أردوغان يريد أن يذهب وأن يجري لقاته بعد كل هذه المشاورات وأخذ المعلومات الضافية وإجراء بعد كل هذه المباحثات بكل تأكيد كما قلت هناك مسائل بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والمساهمات التركية الأمنية نعم هذه العلاقات الثنائية والمساهمات الأمنية التركية سيد يلمز نعم هذه ربما هي في صلب هذه المحادثات ما هي الحلول الممكنة هل يأتي الوفد التركي لتثبيت اتفاق بين الحكومة التركية والحكومة السابقة حكومة السيد السراج أم ربما تمتلك حلول وسط تقتضي تعديل بعض بنود هذه الاتفاقية كونها تلقى معارضة برلمانية وسياسية واسعة سيد الكريم بكل تأكيد قد تكون هناك أرام مختلفة في الداخل الليبي ولكن تركيا تتفق أو تتعامل مع الحكومة الليبية سواء كانت الحكومة السابقة المعترفة بها دوليا أو هذه الحكومة المعترفة بها دوليا والمعترفة في الداخل الليبي يعني لا تتعامل مع أحد الجوانب أو حزب من الأحزاب أو فصيل مصلح وما إلى ذلك المهم تركيا وهذه الاتفاقيات اتفاقيات بين الدول والحكومة وليس اتفاقيات شخصية بين الزعيمة التركية وبين الزعيمة الآخرين ولكن ما مدى أنزامية اتفاق تم في عهد الانقسام لا توجد هناك خلاف تم في عهد الانقسام وقام بها بتوقيعها أحد طرفي الانقسام الرئيسيين في ليبيا الآن كما قلت هذه الحكومة مبثقة من القرار يعني بالقرار الليبي الجماعي ومعترف بها دوليا يعني إذا كان هناك نقاش داخلي ليبي هذا شان آخر ولكن تركيا تتصرى وتتعامل مع الحكومة الليبية التي تعترف بها الليبيون والمجتمع الدولي أصلا لا توجد خلاف بين هذه الحكومة الجديدة والحكومة المؤقتة وتركيا ستساهم في تحضيرات الذهاب إلى الانتخابات في نهاية هذا العام تم مناقشة مع الجانب الروسي والمتحدة ضرورة انسحاب الميليشيات والمرتزقة الأجانب ولكن يجب هناك التفريق بين الوجود التركي المشروع بالاتفاق بين الحكومة التركية وبين هذه المجمعات المسلحة أو المرتزقة أو الميليشيات وجود هذه الميليشيات غير قانونية يجب حل هذه المشكلة وتركيا ناقشة ورغم ما تقول سيد يلمز إلى أنه وانتهاء هذه المهلة نعم إذا كنت سمعني سيد أكتاه يلمز على الرغم من انتهاء المهلة لانسحاب القوات الأجنبية في أكتوبر الماضي والميليشيات ولكن ذلك لم يتم حتى الآن استاذ أحمد ما هو مستقبل إخراج المسلحين من ليبيا رغم كل القرارات الدولية ولا اتفاقات ما زال يراوح مكانه هذا الأمر من يعطل ذلك نعم سيدي في البداية توضيح بسيط لا يوجد هناك أو لا توجد قوة في ليبيا شرعية أو غير شرعية كل من هو أجنبي موجود على الأراضي الليبية هو مرتزق وغير شرعية حتى القوات التركية التي وصفها بالشرعية هي جاءت بالمخالفة القانونية كون أن حكومة فايز السراج عندما وقعت على هذه الاتفاقية كانت منتهية الولاية بحسب اتفاق السخيرات وأيضا الاتفاقية تتسم بأنها اتفاقية استراتيجية لا يحق لرئيس حكومة مؤقتة أن يوقع مثل هذه الاتفاقيات ووقعها فايز السراج وهو رئيس حكومة مؤقتة فهي إذن بالمخالفة كل هذا لا يمكننا أن نتغاضى عنه ولكن ما قامت به تركيا هي فرضت هذه الاتفاقية بسياسة الأمر الواقع لتحقيق أهدافها نريد فقط للمشاهد العربي أن يعلم بأن الوجود التركي ومرتزقته السوريين اللي قاموا بإرساله ما لا أعلم بأن هذا اعتراف من سيد ألمط بأن المرتزق السوريين هم ضمن القوات التركية الرسمية أم لا يعني كل من هو موجود على الأراضي الليبية هو مرتزق وغير شرعي ونطالب بخروجهم وإذا كان فعلا يتعاملوا مع الحكومة الشرعية فالسيدة نجلال منقوش وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية طالبت بشكل رسمي من وزير خارجي التركيا أن يخرج كافة القوات الأجنبية ومرتزقة من ليبيا مستقبل هذه القوات أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قالت كلمتها في تصريحات يعني سواء مسؤولة الأمن القومي أو وزير الخارجية أو السفير الأمريكي الكل أكد على وجوب خروج أو لا بد من خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا دون شروط هذا منه وأيضا وجوب إجراء الانتخابات الجانب التركي للأسف يقف فعلا مع طرف يقف مع تيار الإسلام السياسي في ليبيا ويدعم بالمال وبالسلاح وبالإعلام يعني حتى الاتفاقية اللي تم توقيحها أخيرا وهو التبادل الإعلامي زادت حدة خطاب الكراهية من ضمن القنوات التي تبت من تركيا هي موجودة في تركيا أي قنوات الليبية التي تبت خطاب الكراهية وتزيد من تعميق الأزمة الليبية قنوات تبت من داخل التركي لذلك أعتقد بأن تركيا لا تساعد الليبيين في إيجاد حل الأزمة الليبية ولنما هي طرف في الأزمة وطرف أساسي معرقل لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر وصلت هذه الفكرة دعني يتحول بها للأستاذ أكتاي المزر في إسطنبول نعم وضعت الفكرة أستاذ أحمد ما هو الرد أستاذ أكتاي يعني الرجل يقول وجود القوات التركية يعرقل المسار السياسي الحل السياسي في ليبيا طبعا هو يمثل أحد الأطراف المعارضة ربما في ليبيا أنا لا أخوض بين الخلافات بين الليبيين الخلافات بين الليبيين يهمنا أن حكومة السراج كانت حكومة معترفة بها دوليا حكومة شرعية وكذلك يهمنا أن هذه الحكومة حكومة معترفة بها دوليا وتركيا كما أكدت وأكدت مرة أخرى تتمل مع الحكومة الليبية وليس مع أحد الأطراف مع المتمردين أو أحد الفصائل أو كما يدعي إسلامي أو غير إسلامي لا يهم التركي أن تكون الجهة إسلاميا أو علمانيا أو غير ذلك المهم تركيا تتعامل مع الجهات الشرعية ودعمة الشرعية يا سيد الكريم ينسى ضيفك الكريم أن لولا الدعم التركي والاتفاق التركي الليبي الأمني والوجود التركي لكانت العاصمة الليبية ترابلوس سقطت أمام المرتزقة المرتزقة الروس والسودانيين والمتمردين وكانت هناك مجازر كبيرة حقيقة في حق المدنيين تركيا أنقذت ليبيا من الضقوف في الكارثة لو لا الجهود التركية وتحقيق التوازن على الساحة لم نكن اليوم نشأت لوجود مثل هذه الحكومة وصلت هذه الفكرة سيد يلمص ولا نسمع عن الجهود الحل الدبلوماسي ولا استقرار وصلت هذه الفكرة إذا كنت تسمعني يبدو أن الصوت لا يصلك بشكل جيد سيد أحمد المرتزقة هناك مستشارين عسكريين أتراك وليس مقاتلين هناك مستشارين عسكريين أتراك مهمتهم تدريب القوات الليبية ومساعدتهم وتحضرهم نعم أستاذ أحمد موقف الحكومة الجديدة في تركيا حكومة سيد دبيبة من العلاقة مع تركيا بشكل عام هل هناك ما هو أبعد من مسألة الاتفاق العسكري الموقع بين حكومة السراج والجانب التركي أعتقد بأن حكومة سيد عبد الحميد دبيبة الآن تنظر إلى العلاقة الليبية التركية من جانب اقتصادي قال سيد عبد الحميد دبيبة هو لا لن يتطرق إلى الجانب الأمني والعسكري هو أبقى الوضع على ما هو عليه لن يتطرق إلى الاتفاقية الموقع حتى عندما أتنى أتنى على الجانب الاقتصادي من هذه الاتفاقية فمستقبل العلاقة ما بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية بصراحة نحن لا عداء بيننا وبين الشعب التركي نحن لدينا مصالح مع الأتراك والأتراك لديهم مصالح معنا وبالأخص الشركات التركية لديها عقود في شرق البلاد تفوق إلى 12 مليار دولار يعني مصالحهم الآن هم أكتم المصالح ليبيا معه فلذلك نحن لا عداء مع الشعب التركي مشكلتنا مع النظام الأردوهاني أو نظام التركي هو الذي يتدخل في الشأن الداخلي الليبي وأعتقد بأن عندما يكون هناك انتخابات ومرحلة دائمة سينظر إلى العلاقة الليبية التركية ويتم إعادة النظر في مذكرة التنظاهم التي لم يتم التصديق عليها من مجلس النواب الشرعي في ليبيا نعم سيد أحمد المهدوي المحلل السياسي كنت معنا من بغازي شكرا جزيلا لك الشكر موصول سيد أكتاي يلمز المحلل السياسي كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك نعم بهدية أخذ مواقف المحلل السياسي وشكرا جزيلا لك